أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أنها تأتي كترجمة حقيقية لقمة المناخ التي ستنعقد في مصر بداية الأسبوع المقبل وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم يمر بفترة شديدة الدقة والاستثنائية لم يمر بها على مدار عقود سابقة وكشف مدبولي عن مشاركة أكثر من ستة آلاف مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أن الحجم الكبير من المشروعات الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية يؤكد أن الدولة عزمة على المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أعربت مصر عن إدانتها لمحاولة اختيال رئيس الوزراء باكستان السابق عمر خان وأكدت مصر على تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب متمنيتا سرعة الشفاء لرئيس الوزراء السابق وكافة المصابين استقبل الرئيس الصينية شيجان بينج في قصر الشعب ببيكين المستشار الألماني أولف شولتس في أول زيارة لزعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السابع للصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا وقال الرئيس الصينية أن زيارة شولتس لبيكين تعزز التعاون العملي مع ألمانيا ومن جهة أخرى أكد المستشار الألماني خلال اللقاء رغبة بلاده في زيادة التطور والتعاون الاقتصادي مع الصين رغم وجهات النظر المختلفة بين البلدين أعلنت كوريا الجنوبية أن بيونج يونج أطلقت نحو 80 قضيفة مدفعية على منطقة حدودية بحرية خلال الليلة وتعهد وزير دفاع سول وواشنطن بإبداء القوة في مواجهة وابل من التجارب الصاروخية من قبل كوريا الشمالية وكانت بيونج يونج قد أطلقت عدة صواريخ في البحر أمس الخميس بما في ذلك صاروخ باليستي عبر للقارات فشل إطلاقه مما دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تمديد تدريباتهما الجوية وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان لها أنها أصدرت رسالة تحترية للجارة الشمالية بشأن إطلاق النار أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بصرف 165 ألف روبل أي ما يعادل 3200 دولار لمرة واحدة للجنود المتعاقدين الذين تم استدعائهم للقتل في أوكرانيا وفي مرسوم نشر على موقع الكريملين قال بوتين أن المبلغ يدفع أو يهدف إلى اتخاذ تدابير إضافية للدعم الاجتماعي للجنود المتعاقدين والذين تم استدعائهم دون الخوض في تفاصيل أخرى وقالت موسكو الأسبوع الماضي أن حملة التعبئة الجزئية لنحو 3000 من الجنود الاحتياطية قد انتهت أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي أن نحو 14 من 10 مليون شخص في أنحاء أوكرانيا تضرروا من انقطاع الطيار الكهربائي وذلك بسبب ضربات روسية على البنية التحيطية للطاقة وأضاف زلنيسكي أن لجوء روسيا للترهيب بالطاقة يظهر ضعفها لفتا إلى أن موسكو لا يمكنها هزيمة أوكرانيا في ساحة المعركة استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفي أبو زبيا وشهد اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما لتعزيز أفاق التعاون المشترك في كافة المجالات كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهة النظر بشأنها وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية الإماراتي على الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين في المجالات كافة وضرورة تعزيزها قالت وزيرة المالية التونسية سيهم البغريدي إن تونس تدرس مقترحا لفرض ضريبة على الثروة في عام 2023 وذلك في إطار خطة حكومية لتحقيق العدلة الضربية وأضافت وزيرة المالية التونسية أن الضربة المقترحة على الثروة ستؤثر على العقارات ورأس المال لكنها لن تشمل الأرباح نهاية مجزء التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل